السلام عليكم في هذا الفيديو سنتعلم مع بعض كيفية تصميم هذه الطاولة الزجاجية باستخدام مرنامج البلندر فهو شي نضع على فائل ثم نضع جنرال ونبدأ الرسم يطلع لك بالكيفية هذه ومجرد غير بس نأخذ الكاميرا هي من البهاش ونمس معها نضع الإضاءة ونضع صندوق بعد ذلك نحدد صندوق بكليك الموز الأيسر ثم نضغط حرف S لنضع سكيل لكي نكبره شوي ثم تضغط هذه السكيل لكي نضع سكيل في جهة Z كيفية هذه النقصة ونجد قيمتها بسيطة أو تكنس متاعها التخانة متاعها بسيطة ثم نضع نفس الشي في جهة X نقصها شوية كويس شو فيه تمام من هنا خلي نقص شوية من هنا تمام إذن هذه هي الطاولة من أعلى أو سطح العلوي للطاولة مش الزجاجة لا الطاولة كويس نحن نضع الأرجع نضغط حرف رقم سبعة لكي يضعك في Top View ثم تضغط Control أو قبل أن تضغط Control لابد أن تخش على Edit Mode تأكد أنت على Edit Mode ثم تضغط Control R يضع لك مربع أسفر بالكيفية هذه تسحبها لأعلى لعند هنا لكي نضع الأرجع نفس الشي في Control R تسحب تدير نفس العلوية تقريبا زيها و تدير نفس الشي في Control R وتأكد أن تضغط و تسحب لعند هنا إذن الأشكال شبه متساوية تمام بعد ذلك نأتي إلى أسفل هنا و نختار ما هو Face Select نختار ما هو Face نضبط Shift مع هذا مع أيضا هذا مع أيضا هذا نضغط على Shift وتحدد بالماوس ثم نضغط Extrude في تجاه Z وهو حدد الخط الأزرق هو تجاه Z فلا نضغط Z لنضغط Z سيتنحى من حيوال يمشي من ويسار فنضغط Z لكي يكون في تجاه الأسفل بالكيفية هذه تمام إذن الأرجع للطاولة بعد ذلك نضغط نتأكد أنك أنت على Face مجديد و نضغط Delete و نضغط امسح نفس الشي تحدد و نضغط لكن و هناك كيف من تلاحظه أن هذه قاعدات مجوافات يعني قاعدات مجوافات من هنا فش نضغط ما نضغط و نضغط بالضغط مع هذه و نضغط حرف F نفس الشي هذه مع السفلي و نضغط حرف F هذه مع φ mots سنقوم مزاو سنقوم مزاو صلى ا Gateway مزاو ell احتاج اختار ورد أضغطي ترفضح الى اي سوف نضغط البريد اضغط اي ثم نضغط بسيطة يذهب للمحل المحل ممتاز جدا بعد ذلك نبقى نطلع من Edit Mode نضيفه كيوب تاني نضغط رقم 7 حتى يضعك في Top View بعد ذلك نبقى نضغط رقم 7 حتى يضعك في Top View بعد ذلك نضغط رقم 7 حتى يضعك في Top View من أعلى نرجع كي نشبه كيوب هو هذا المتاعنا فنصغره في التخانم هذا هو الزجاج نضغط رقم 1 حتى يبالك من Front View أو Side View كيف محددين لهم إذا قامت بإضافة الطاولة والأرجال يريد أن تنقصها قليلا لكن عادي نضيف أسفل Blane نضيفه Blane نضيفه Blane نضيفه Blane نضيفه نختار لون نضع لون الطاولة نضع لها المعدن نضع new ونختار GlassBSDF نضع لون نختار لون معين لون جميل نضع لون جميل نضع 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 لشكل نضع 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 قاعدة نضع نضع اول نضع نضع المعنى نضع 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 وهكي يوريك التصميم نتمنى أنتم قد صفتت معي في هذا الدرس على ما لقابك في درس القادمة وعن الله تعالى شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته